موسيقى تشهدها أسعار الذهب والدولار خلال هذه الفترة وما سر تراجع الدولار في السوق الموازية وهل سيستمر الذهب في الانقفاض أم سيعاود الارتفاع من جديد كل هذه التفاصيل وأكثر سنوضح الآن لحضرتكم من خلال تغطيطنا الاتصالية ونبدأ مشاهدين ما حضرتكم بأسعار الذهب حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال الساعات الماضية في محلات الصاغة بالمناطق المختلفة بشكل ملحوظة بعدما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية قفزة جنونية وبعد أن سجل سعر الجرام عيار 21 3700 جنيه قبل عدة أيام عدى اليوم إلى أقل من 3600 جنيه ليقترب من 3550 جنيها للبيع وهبطت الأسعار بعد أن شهد الأصفر قفزة على منصات التسعير المختلفة وترجع سعر الجنيه الذهب بقيمة حوالي 700 جنيه كاملة وليكم مشاهدين أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث علما بأن الأسعار تتغير على مدار اليوم وذلك وفقا لآلية العرض والطلب وسجل سعر عيار 24 اليوم في مصر 4097 جنيه ووصل سعر الجرام عيار 21 3585 جنيه فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 28 680 جنيه للشراء أما بالنسبة مشاهدين للمصنعية فسعر المصنعية مصنعية الذهب يتم حسابها على كل جرام ويكون في الغالب بدءا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام وقد تكون 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيه فيما فوقه وسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة ومن أسعار ذهب محليا إلى حركة أسعار الذهب العالمية حيث استكمل الذهب ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل استفادته من ضعف أحجام التدول الحالية في السوق بسبب عطلة الأسواق الأمريكية يوم أول أمس الاثنين وغياب البيانات الاقتصادية الهام حتى الآن وارتفع سعر أمس الذهب العالمي خلال تدولة أمس الثلاثاء بنسبة 4 من 10% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2026 دولار للأمس يأتي هذا بعد أن عانت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي من انخفاض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1984 دولار للأمس متأثلا ببيانات التضخم الأمريكي الأفضل من المتوقع ولأن مشاهدين دعونا ننتقل إلى الدولار حيث يواصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في جميع البنوك العاملة في مصر وذلك للشهر 11 على التوالي وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 30 جنيه فاصل 82 قرش للشراء و30 جنيه فاصل 95 قرش للبيع وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر الدولار اليوم حوالي 30 جنيه و75 قرش للشراء و30 جنيه و85 قرش للبيع بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر الأهو داخل مصرف أبو ضبي الإسلامي ليحقق 30 جنيه و90 قرش للشراء و30 جنيه و95 قرش للبيع وعلى عكس استقرار الدولار في البنوك الرسمية فقد شهدت الأيام الماضية تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية حيث فقد سعر الدولار بأكثر من 15 جنيه من قيمته أمام الدولار عفوا أمام الجنيه وسجل سعر الدولار في السوق الموازية 58 جنيه ومقارنة ب73 جنيه في وقت سابق مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة ويعدل التجار في الدولار في السوق السوداء جريمة ولذلك تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية لسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء وهناك عقوبات راضعة لمن يقوم بتلك الجريمة حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدى لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرام لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أي من الأحكام المواد في القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي الدولار كما نصت المادة 126 مكرر على أن يعاقب بالسجن مدى لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل في النقد الأجنبي وهو الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة وفي ذات السياق تشهد البلاد اقتراب دخول المليارات من الدولارات من مشروعات استثمارية وغيرها مثل مشروع تطوير رأس الحكمة كما كان قد أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعما ماليا جديدا لمصر بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية أن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فريلي أبلغ وزير الخارجية سامح شوكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد وأضافت الخارجية في بيان سابق لها أن الاتحاد الأوروبي أقر المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار ومن بينها مصر خلال قمة عقدت في بروكسل مؤخرا في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من 2021 وحتى 2027 ومؤخرا كانت هناك قرارات وأحداث أثرت بشكل كبير في الدولار وكانت سببا رئيسيا في ترقع أسعاره في السوق الموازية ومنها كثرت الطلب على الدولار ومن قبل المستوردين بسبب الارتفاعات الغير مبررة في أسعار الصرف بالإضافة إلى قيام البنك المركزي في مصر برفع أسعار الفائدة واتخاذ تدبير قوية لمكافحة التلاعب في سوق العملة بما في ذلك توقيف المضاربين وكبار التجار للعملة وبجانب ذلك يشير الخبراء إلى حدوث تدفقات التثمارية وخارجية إلى مصر خاصة من الدول الأوروبية مما يساهم في تحسن الاحتياطات النقدية للبلاد ويتيح فرصة لاستقرار سعر صرف الدولار كما أنه تتجه الحكومة المصرية أيضا نحو برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي ما يعزز الثقة في سوق العملة ويساهم في الاستقرار كما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جوريفا أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرد المصري في المرحلة الأخيرة وقالت مديرة الصندوق أن العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ وتم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغيرات في السياسات كما أكدت أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية ومن جانبه أكد المستشار محمد الحموصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الأحاديث التي ترددت عن قرب بتخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليا مجرد تكهنات وأضاف الحموصاني أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولية أيضا مؤخرا صرح الإعلامي مصطفى بكري بأنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة اثنين بالمئة انخفض سعر الدولار مقابل الجنية المصرية بالسوق السوداء مؤكدا أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا من خلال الفترة المقبلة وهذا ما أكدوا أيضا بعض الخبراء الذين وضحوا أن سعر الدولار الذي يتداول في الأسواق الموازية هو سعر عشوائي وغير حقيقي أيضا ولذا يجب على المستهلكين والتجار أن يتحلوا بالحذر وأن لا يعتمدوا على هذا السعر في عمليات التسعير والتجار حيث قد تكون صفقات التي تستند إلى هذا السعر غير مستدامة وتحمل مقاطر اقتصادية كبيرة كما تشير توقعات إلى استمرار التقلبات في أسعار العملات في الفترة القادمة خاصة مع تدفقات استثمارية خارجية وزيادة التدخلات الحكومية في سوق الصرف ومن المتوقع أن تشهد الأسواق مزيدا من التحولات وتقلبات في الفترة القادمة مما يتطلب رصد دقيق وتحليل مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية تغطيتنا الاقتصادية بنشكر حضرتكم على طيب المتابعة وللمزيد من الأقبار وتفاصيل زوروا موقعنا موقع صد البلد الإقباري كانت معكم مريم كمال شكرا لكم وإلى اللقاء